السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكل متابعي ومشاهدي قناة معلومة للمزارة يعتبر مرض التهاب الضرع من أخطر المشاكل المرضية والاقتصادية التي تواجه مربي المواشي في المزارة ومن أهم مسببات التهاب الضرع هي نتيجة الإصابة بالبكتيريا أو المايكروبات ونذكر منها المايكوبلازما والمكورات العنقودية والمكورات السبحية والباستوريلا والإيكولاي وهناك أنواع أخرى كثيرة منها مسببات التهاب الضرع أما عن أعراض الإصابة الحادة التي تظهر على الحيوان المصاب فهي ارتفاع حرارة شديدة وفقد للشهية وتحجر الضرع وتغير لونه إلى الأحمر الشديد أو المزرق وعند لمسه نلاحظ ألم شديد للحيوان ويتغير لون الحليب إلى ماء مختلط بالدم وفيه قطع متجبنة نتيجة الإصابة الحادة أما عن طريقة العلاج فهناك أكثر من طريقة للمعالجة حسب شدة الإصابة ففي حالات الإصابة المتوسطة والحادة يجب علينا اتباع ما يلي أولا القيام بتنظيف الطرف المصاب من الضرع وإفراقه تماما من الحليب الملوث ومن ثم نقوم بحقن المضاد الحيوي المناسب والمتوفر لدينا داخل حلمة الضرع كحقن مادة البنسلين أو الأموكسسلين أو الجنتمايسين أو استخدام العصارات الخاصة بالتهاب الضرع والتي تحوي في تركيبها على أكثر من مضاد حيوي وتدليك الضرع بشكل جيد بعد حقن الدواء الموضعي أو العصارة داخلهم ثانيا نقوم بتفصيد الوريد اللبني بواسطة إبرة نظيفة ومعقمة عن طريق إدخال الإبرة داخل الوريد وتركها لمدة ثلاث إلى خمس ثواني حتى نتأكد من نزول الدم من الوريد ومن ثم نقوم بإخراج الإبرة ثالثا نقوم بحقن أي نوع مناسب من خافضات الحرارة أو مسكنات الألم حقن وريدي أو حقن عضلي ومن ثم متابعة العلاج بالمضادات الحيوية وخافضات الحرارة حقن عضلي أو وريدي لمدة ثلاث إلى خمس أيام حتى يتم الشفاء بإذن الله وفي الختام نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام والرجاء منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ونشر الفيديو لتعمل فائدة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا